الجزء الرابع دوران طين الحف ومعدات المعالجة عند إكمال هذا البرنامج ستكون لديك القدرة على أن تصف نظام دوران طين الحف ووظيفته أن تشرح طريقة عمل مضخات طين الحف أن تميز معدات تكييف طين الحف وأن تشرح أسباب استخدام هذه المعدات لكي تبدأ البرنامج يستعمل برج الحف قطعا كثيرة من المعدات لإدارة وعلاج وتكييف طين الحف إدارة الطين تبدأ من هنا خزانات طين الحف وأحيانا يقال لها يعد أعضاء طاقم الحف الطين في هذه الخزانات ويجعلونها جاهزة للإدارة قلب نظام الدوران يتمثل في مضخة طين الحف أبراج الحف لها مضختان واحدة أساسية وواحدة احتياطية يمكن لعمل الحف أن يشغلهما سويا إذا استدعت ظروف البئر ذلك لإدارة أحجام كبيرة من طين الحف في الحقيقة في حالة الآبار العميقة يستعمل برج الحف ثلاث أو أربع مضخات مركبة سويا المضخة أو المضخات القوية تحمل طين المضخة أو المضخات القوية تحمل الطين من خزانات طين الحف وتنقله إلى خط أنابيب الحفر والمثقاب تحرك المضخة طين الحفر في خط التفريغ ثم إلى أعلى المسورة القائمة ثم إلى داخل الخرطوم الضوار تأخذ الماسورة القائمة طين الحفر حوالي نصف المسافة إلى أعلى حيث الصارية الخرطوم الضوار موصول بالماسورة القائمة الخرطوم الضوار قوي ومرن ويتحرك مع رأس الحقن الدوار سعودا ونزولا في الصارية تحرك المضخة طين الحفر من الخرطوم الضوار خلال رأس الحقن الدوار ومنه إلى أسفل عمود كيلي وخط أنابيب الحفر على أبراج الحفر ذات التدوير العلوي يتحرك طين الحفر خلال ممر من أعلى المحرك ومنه إلى خط أنابيب الحفر تحرك المضخة طين الحفر إلى أسفل خلال خط أنابيب الحفر ثم إلى المثقاب A4A يتدفق طين الحفر من فتحات في المثقاب وكل فتحة يقال لها منفث يتدفق طين الحفر من فتحات في المثقاب وكل فتحة يقال لها منفث تدفقات طين الحفر تحرك مفتتات الحفر بعيدا عن المثقاب وبعد ذلك يكمل طين الحفر حركته إلى أعلى الحيز الحلقي حاملا معه مفتتات الحفر يسير الطين في الحيز الحلقي حاملا معه مفتتات الحفر ويدخل خلال خط الرجوع أو خط التدفق حتى يصل إلى رجاجة الطفل تزيل رجاجة الطفل مفتتات الحفر من الطين بعد ذلك ينزل الطين داخل خزانات طين الحفر حيث تستطيع المضخة حمله وتستمر عملية الإدارة رتب معدات الإدارة رتب معدات الإدارة هذه الترتيب المناسب ضع مؤشر الفقرة على الجزء المراد تحريكه واضغط على زر الفقرة وابقه مضغوطا وحركه لمكانه المناسب يصنع الطين عند مكان برج الحفر يصنع الطين عند مكان برج الحفر معظم أبراج الحفر لها خزانات طين فولاذية يخلط الطين بالإضافات ويحفظ في الخزانات بعض أبراج الحفر البرية لها حفرة احتياطية محفورة في الأرض خزانات طين الحفر ويقال لها أيضا حفر طين الحفر نسبة إلى الحفر الأرضية التي كانت تحفر في الماضي خزانات الطين هو الاستلاح المفضل ليس بالضرورة أن يستعمل برج الحفر كل خزانات الطين مرة واحدة ولكن يستعمل عدة خزانات الخزانات النشطة هي التي تحمل الطين الذي تديره المضخة مركبات طين الحفر تنتقل دائما إلى أبراج معبئة في أكياس عادة يخزن طاقم الحفر هذه الأكياس في مستودعات خاصة يقال لها بيت طين الحفر أو غرفة الأكياس هذا البيت أو هذه الغرفة تحفظ الأكياس جافة وتبقيها في أحسن حال هذه الخزانات الإسطوانية هي خزانات للشحنات السائبة أو تسمى P-Tanks هذه الخزانات تحمل إضافات الطين مثل كبريتات الباريوم والبنتونايت يستعمل طاقم الحفر بعض الإضافات بكميات كبيرة بحيث أن الممون يحملها في خزانات الشحنات السائبة لتوفير الوقت والمال خزانات الشحنات السائبة لها وعاء قمعي الشكل أو نظام هوائي لنقل الإضافات إلى طين الحفر تأخذ المضخة الطين من خزانات طين الحفر النشطة وتديرها في النظام يوصل أعضاء طاقم الحفر خزانات طين الحفر بالأنابيب والمشاعب عدد الخزانات النشطة تعتمد على كمية طين الحفر اللازمة للحفاظ على البئر مملوءا والحجم اللازم على السطح للحفاظ على طين الحفر في حالة جيدة للإدارة مصيضة الرمال عبارة عن خزان تحت غربال الطفل الاهتزازي مباشرة غربال الطفل الاهتزازي يزيل معظم المفتتات من طين الحفر ولكن بعضها صغير جدا بحيث لا يستطيع الغربال اصطيادها وهذه تزال في مصيضة الرمال مصيضة الرمال هي أول خزان ترسب يجب على أعضاء الطاقم تنظيفه كل مرة لإزالة الترسبات الصلبة يمكن أن يكون لبعض أبراج الحفر الصغيرة أو القديمة خزانين أو أكثر للترسب يسمحون للأجسام الصلبة في طين الحفر بالترسب ولكن خزانات الترسب لا تؤدي الوظيفة كما ينبغي إذا قرنت بالجيل الجديد لمعدات إزالة الأجسام الصلبة لذلك تستعمل أغلب أبراج الحفر مزيل الرمل ومزيل الطمي الخزانات الاحتياطية ليست جزءا من نظام خزانات طين الحفر النشطة ولكن طاقم الحفر يستعملها لتحتفظ بطين الحفر الزائد أو ربما يستعملونها لخلط نوع مختلف من الطين غير الذي يدار حاليا بالمضخات وأيضا يمكنهم تخزين طين ثقيل فيها لحالات الطوارئ عند إجراء عملية التحكم في البئ خزان السداد الكتلي هو خزان منفصل وصغير نسبيا أو يكون جزءا منفصلا من خزان أكبر يستعمله الطاقم لخلط سدادة وهي عبارة عن كمية صغيرة من الطين الثقيل والتي تضخ أسفل خط أنابي بالحفر ويستعمله الطاقم أيضا لخلط كمية من طين الحفر لغرض خاص على سبيل المثال ربما يحتاج عامل الحفر أن يضع كمية صغيرة من طين الحفر عالي لزوجة في مكان ما أسفل البئر وتسمى اصطلاحا بالحبة خزان التفريغ يحوي طين الحفر الجاهز للإدارة أسفل البئر بواسطة المضخات الطين في خزان التفريغ يجب أن يكون خاليا من الغازات والأجسام الصلبة ومحضر ومكيف بطريقة صحيحة يستعمل طاقم الحفر خزان المادة الكيموية لخلط كيمويات خاصة كالصودة الكاوية التي يضعونها في خزانات طين الحفر النشطة عند بعض أبراج الحفر البرية يحفر مالك البرج حفرة كبيرة بالقرب من البرج هذه الحفرة يقال لها الحفرة الاحتياطية يضع طاقم الحفر نفايات الطين وماء الانسياب السطحي من البرج في الحفرة الاحتياطية في حالات الطوارئ يمكنهم استعمالها ليضع طين الحفر الزائد الذي تفيض به الخزانات عادة يبطن مشغل البرج الحفرة الاحتياطية بغطاء بلاستيكي سميك ليتجنب تسرب الثوائل داخل التربة وإذا كان برج الحفر في طريق للطيور المهاجرة فيغطيها المشغل بسبك ليمنع الطيور المائية من النزول فيها أبراج الحفر البرية التي تعمل في المناطق الحساسة بيئيا ليس لها حفرة احتياطية وبديلا عنها تنتقل النفايات وماء الانسياب السطحي إلى منطقة تصرف للنفايات مصدق عليها أحضر بعض أكياس من البنتو نايت مضخات الطين القوية تحمل طين الحفر من خزان التفريغ وتديره إلى أسفل البقر ومن خارج المثقاب ثم رجوعا إلى السطح بالرغم من أن أبراج الحفر لها في العادة مضختان وفي بعض الأوقات ثلاث أو أربع مضخات إلا أن الطاقم يستعمل مضخة واحدة فقط في الحالات الطبيعية الأخريات يستعملن كاحتياطي في حالة فشل مضخة عن العمل ولكن في بعض الأوقات يجمع طاقم برج الحفر أكثر من مضخة واحدة لتعمل في نفس الوقت بمعنى أنهم قد يستعملون اثنتين أو ثلاث أو أربع مضخات في نفس الوقت لتحريك أحجام كبيرة من طين الحفر إذا لزم الأمر تستعمل أبراج الحفر أحد نوعين من مضخات الطين إما المضخات الثلاثية أو المضخات المزدوجة المضخات الثلاثية لها ثلاثة مكابس تتحرك ذهابا وإيابا داخل استوانات المضخات الثنائية لها مكبسين يتحركان ذهابا وإيابا داخل استوانات النوع الثلاثي له مميزات كثيرة يزن ثلاثين في المئة أقل من النوع الثنائي الذي له قدرة حصانية مساوية أو نفس الكيلو وات طرف الموائع أسهل منالا وتصرف طين الحفر بسلاسة أكثر أي أن خرج المضخة الثلاثية لا يضطرب بدرجة مثيلة في المضخة الثنائية واحدة من أهم مميزات المضخات الثلاثية على المضخات الثنائية هي القدرة على تحريك أحجام كبيرة من طين الحفر بضغط أعلى وهو الضغط المطلوب لحفر آبار عميقة وعصرية المضخات الثلاثية ستلاشي المضخات الثنائية تدريجيا في المضخة الثلاثية تصرف المكابس الطينة عندما تتحرك إلى الأمام فقط في الإسطوانة وبعد ذلك عندما تتحرك إلى الخلف تسحب الطينة إلى الداخل في نفس جهة المكبس ولأجل هذا يقال لها وحيدة الفعل أو مفردة الفعل Single Acting المضخات الثلاثية وحيدة الفعل تدخ الطينة بسرعة عالية نسبيا تتراوح قدرة الدخل الحصانية من 220 إلى 222 أي من 164 إلى 1641 كيلوات المضخات الكبيرة يمكنها أن تضخ أكثر من 1100 جالون في الدقيقة أي أكثر من 4000 لترا في الدقيقة بعض المضخات الكبيرة لها ضغط عمل مقدر أقصى يبلغ أكثر من 7000 رطل على البوصة المربعة أي أكثر من 50 ألف كيلو باسكال ويبلغ خطر الإسطوانة 5 بوصات أي 127 ملي مترا هنا رسم تخطيطي للمضخة الثلاثية لها ثلاثة مكابس وكل مكبس يتحرك داخل أسطوانته ولها أيضا ثلاثة صمامات للسحب وثلاثة صمامات للتصريف ولها أيضا مخمد نبضان في خط التصريف انظر إلى المكبس على اليسار لقد تم للتو ضغط الطين خارج الإسطوانة وخلال صمام التصريف المفتوح المكبس عند أقصى نقطة على خط حركته للأمام المكبسان الآخران عند مواضع أخرى على خط حركتهما للأمام ويدخان الطين أيضا ولكن ركز في الوقت الحالي على المكبس الأيسر لتفهم كيفية عمل المضخة المكبس الأيسر أنهى لتوهي شوطه الخلفي بسحب الطين إلى الداخل خلال صمام السحب المفتوح برجوع المكبس للخلف يرفع صمام السحب عن مقعده ويسحب الطين إلى الداخل يوجد زنبرك قوي ليبقي صمام التصريف مغلقا المكبس الأيسر قد تحرك للأمام دافعن الطين الخارج خلال صمام التصريف المفتوح حاليا يوجد زنبرك قوي ليبقي صمام السحب مغلقا المكبس الأيسر أكمل شوطه الأمامي وهو الطول الكلي للإستوانة وأفرغ الطين منها تماما المكابس الثلاثة كلها تعمل لتحافظ على السريان المستمر للطين الداخل والخارج من المضخة أعضاء الطاقم يمكنهم تغيير الإستوانة والمكابس ليس فقط تغيير المتآكل منها ولكن يمكنهم أيضا تركيب مقاساتها المختلفة يستخدمون عموما إستوانات ومكابس كبيرة عندما يتطلب من المضخة تحريك أحجام كبيرة من الطين بضغط منخفض نسبيا يستخدمون استوانات ومكابس صغيرة عندما يتطلب من المضخة تحريك أحجام أصغر من الطين بضغط عالي نسبيا يقال للمضخات الثلاثية والثنائية مضخات ترددية نظرا لحركة المكابس جيئة وذهابا استخدم الفأر لتحريك هذا المكبس للمضخة الثنائية ذهابا وإيابا حتى تستطيع دراسة طريقة عمل المضخة في المضخات الثنائية تصرف المكابس الطين إلى الخارج من ناحية من المكبس وفي نفس الوقت تسحب الطين إلى الداخل من الناحية الأخرى للمكبس لاحظ المكبس والإستوانة الذين في الأعلى بتحرك المكبس إلى الأمام يصرف الطين إلى الخارج من ناحية وفي نفس الوقت يسحب الطين إلى الداخل من الناحية الأخرى وبعد ذلك بتحركه للخلف يصرف الطين من الناحية العكسية ويسحب الطين من الناحية التي قد كانت للصرف وعلى هذا فالمضخات الثنائية تعتبر مزدوجة الفعل المضخات مزدوجة الفعل تحرك طينا أكثر في الشوط الواحد من المضخات الثلاثية ومع ذلك ولأنهم مزدوجوا الفعل فلهم مانع للتصرب حول ذراع المكبس مانع التصرب يحول دون حركتهم بسرعة كسرعة مثيلاتها الثلاثية تتراوح قدرة الدخل الحصانية من مئة وتسعين إلى ألف وسبعمائة وتسعين أو من مئة واثنين وأربعين إلى ألف وثلاثمائة وخمسة وثلاثين كيلو وات يبلغ أكبر ضغط عمل مقدر أقصى لمضخة حوالي خمسة آلاف رطل على البوصة المربعة أو حوالي ثلاثة وخمسين ألف كيلو بسكال ويبلغ قطر استوانتها ست بوصات أو مئة واثنين وخمسين مليمترا مضخة الطين لها طرف المائع وطرف الطاقة وصمامات السحب وصمامات التصريف طرف المائع للمضخة يحتوي على المكابس والإستوانات التي تسحب وتصرف المائع أو الطين مكابس المضخة تسحب الطين خلال صمامات السحب وتدفعها للخارج خلال صمامات التصريف طرف الطاقة يضم عمود المرفق الكبير ومجموعة المسننات التي تحرك مجموعات المكابس في طرف المائع تمد المضخات بالطاقة بواسطة محرك المضخة أبراج حفر الديزل الكهربائية الكبيرة الحديثة تستعمل محركات كهربائية ذات قدرة عالية لإدارة المضخة أبراج الحفر الميكانيكية تستعمل السلاسل أو السيور لنقل الطاقة من المحركات وعددها لإدارة المضخة مخمد النبضان الموصل بخط تفريغ المضخة يخمد الإضطرابات الناتجة من المكابس وهي تفرغ الطين هذا هو المخمد الكيسي النموذجي الجزء المارن في جسم المخمد يفصل غاز النيتروجين المضغوط في الأعلى عن الطين في الأسفل هذا الجزء المارن مصنوع من المطاط الإصطناعي عندما يصرف الطين يسبب ضغطا على أسفل الجزء المطاطي ويقومه النيتروجين المضغوط فوق الحاجز المطاطي هذه المقاومة تخمد الإضطرابات الناتجة من حركة الطين إلى خارج المضخة هنا مضخة بدون مخمد نبضان لاحظ الإضطرابات أو الخفقان للطين ذات الضغط العالي وهو يترك المضخة هذه الإضطرابات تسبب اهتزازات وتدمر أضف مخمد النبضان لطرأ الاختلاف الذي سيحدثه باستخدام الفقرة اضغط على مخمد النبضان واسحبه إلى مكانه هنا أحدث نوع من مخمدات النبضان ليس له الحاجز المطاطي إنه كروي الشكل وقطره حوالي أربعة أقدام أي واحد واثنين من العشر مترا وهو مركب في خط تفريغ مضخة الطين الحجرة الكبيرة مليئة بالطين وليس لها أجزاء متحركة وبالتالي لا تحتاج إلى صيانة الطين الموجود في الحجم الكروي الكبير يمتص الطرابات الطين الخارج من المضخة مخمد خط الشفط ينعم السرايان الداخل إلى المضخة يركبه الطاقم على خط الشفط للمضخة الثلاثية في داخل الحجرة الفولاذية يوجد كيس أو غشاء مطاطي مملوء بالهواء يضبط الطاقم ضغط الهواء داخل الكيس المطاطي حوالي 10 إلى 15 رطلا على البوصة المربعة أو 50 إلى 100 كيلو باسكال مخمد خط الشفط يمتص الإضطرابات من خط الشفط لمضخة الطين التي تسببها حركة المكابس السريعة تبدئ المكابس وتوقف بانتظام سرايان الطين خلال المضخة وفي الطرف الآخر من خط الشفط ترسل مضخة التحميل سرايانا ثالثا من الطين إلى مدخل المضخة عندما يقابل السرايان الثالث السرايان المضطرب تمتص الصدمة بواسطة المخمد يركب العمال دائما صمام تخفيف ضغط التصريف يركبونه على ناحية التصريف في المضخة إما داخل أو على خط التصريف إذا زاد الضغط على خط التصريف لسبب من أول آخر ربما لانسداد في مثقاب الحفر أو في الحيز الحلزوني فإن صمام تخفيف الضغط يفتح فتح الصمام يحمي مضخة الطين والنظام من التلف نظرا لزيادة الضغط بعض مالك أبراج الحفر يركبون صمام تخفيف الضغط لخط الشفط يركبونه في أعلى خط الشفط بالقرب من مخمد الشفط يثبتونه في الأعلى حتى لا ينثد بالطين عندما يتوقف النظام صمام تخفيف الضغط لخط الشفط يحمي مضخة التحميل ومخمد خط الشفط خط التصريف هو خط عالي الضغط ومن خلاله تحرك المضخة الطين من خط التصريف يتحرك الطين خلال الماسورة القائمة والخرطوم الدوار إلى معدات خط أنابيب الحفر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر مواعع الرفسة حلت محل الطين في البئر ومن ناحية أخرى إذا بدأ الطين في تخلل التكوينات الأرضية أي فقد الطين في التكوينات فعندها يهبط مستوى خزان الطين فقد السائر الدوار يمكن أن يشكل مشكلة كبيرة نقصان ارتفاع الطين في البئر يمكن أن يؤدي إلى رفسه نظرا لنقص الضغط الهيدروستاتي وأيضا الحفر بغير الطين الراجع إلى السطح كحفر أعمى على غير هدى فلا يوجد اتصال بين قاع البئر وسطح الأرض نظام طين الحفر له عادة عدة مضخات تعمل بالطرد المركزي مضخة الطرد المركزي تعطي ضغطا منخفضا نسبيا ولكنها تستطيع تحريك حجم كبير من الطين وعليه يستخدمهم طاقم الحفر بطرق عديدة الوظيفة الدائمة لمضخة الطرد المركزي هي تعزيز الشحن لخط التغذية في مضخة الطين الرئيسية المضخة الصغيرة تأخذ الطين من خزان التفريغ وتحركه خلال خط متصل بخط الشفط للمضخة الرئيسية وتحافظ على خط الشفط ممتلئا بالطين في كل الأوقات إذا لم يستخدم النظام مضخة تحميل فإن قوة الجاذبية بمفردها تغذي خط الشفط للمضخة في بعض الأوقات لا تستطيع الجاذبية وحدها الحفاظ على خط التغذية ممتلئا بالطين مكابس المضخة تمتص الطين بسرعة بحيث أن قوة الجاذبية لا تستطيع الحفاظ على خط التغذية ممتلئا بالطين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر شكرا